بعد ستة أشهر من التكوين الميداني على مهن السمكرة والكهرباء المنزلية والتبرد الصناعي والطاقة المتجددة يتسلم هؤلاء الشباب شهادات اكتمال التكوين تمهيداً لولوجهم إلى سوق العمل وذلك في نهاية مشروع فورما أمبلوى المنفذ من قبل غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموليتانية بالشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات الإسبانية بتمويل من الاتحاد الأوروبي في طار برنامج أرشي بلاغو وزير التشغيل والتكوين المهني السيد نيانج مامودو في كلمته بهذه المناسبة أكد أن تنميتها الاقتصادية للبلاد تتطلب مهارات نوعية وتحسين مستوى تأهيد الشباب وتكوينه بقدر ما يتناسب مع اعتياجات سوق العمل ويعطائه القدرة على ريادة الأعمال مضيبا أن قطاع التشغيل والتكوين المهني سيركز جهوده اعتبارا من العام المغبلي على تطوير وتحسين جودة التكوين التقاني والمهني من خلال بناء مدارس جديدة واقتناء معدات حديثة ودعم القدرات المهنية ومناهج التكوين والرقمنة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص يهدف المشروع المختتم اليوم إلى تحسين مهارات التكوين وتلبية الطلب على اليد العاملة المايرة في قطاع البناء والطاقة المتجددة لا شك أنكم تركون الأهمية الكبيرة لهذا النوع من المشاريع في تطوير وبناء كفاءة الشباب خاصة من العاطلين عن العمل وضحايا التصرب المدرسي وتحويلهم من عائق تنموي إلى فاعلين حقيقيين في عملية التنمية المستدامة من خلال حزمة من التكوينات القيمة التي أشرفتم عليها وأتتفك لها على أسان وجه وجدرم بنا أن نذكر أننا ركزنا في غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية على انتقاء المستفيدين من المشروع من أبناء الطبقات الهشة ومن مرشح الهجرة السرية ومن المهاجرية العايدين رئيس بعثة التعاون الأوروبي الموريتاني بمنذوبية الاتحاد الأوروبي في بلادنا السيد جان مارك دويرب غمن مستوى التعاون القائم بين الاتحاد الأوروبي وموريتانيا وما حققه هذا المشروع أما السيدة ميريام ألفاريز دالاروزا رودرغيز سفيرة المملكة الإسبانية في بلادنا فقد نوهت بالنتائج التي حققها هذا المشروع والجهد الذي بذله المكونون الإسبان خلاله مشيدة بإشراك عدد معتبر من الفتيات في مختلف مراحله وقد استفادها من مجروع فورما أمبلوى ثلاثمائة شاب تم تكوينهم في مجالات يحتاجها القطاع الخاص في بلادنا وتفتقر إليها سوق العمل المحلية ترجمة نانسي قنقر